بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا Chapter 14 Spring Design وبنستكمل Types of Springs أو الأنواع المختلفة لاليايات عندنا Many types of springs according to their shape أشكال مختلفة طبقا للشكل بتاعها أول حاجة Helical Springs أو اليايات الحلزونية They are made up of A wire coiled In the form of helix And is primarily intended For compressive or tensile loads The cross section Of the wire From which the spring is made May be circular The cross section بتاع الوير ده ممكن أنه يبقى circular أو square مربع أو rectangular أو مستطيل طيب الشكلين اللي قدامنا دول ده ياي مصمم لتطبيقات الـ compression Compression Helical Spring وده مصمم لـ tensile أو tension Helical Spring فتطبيق بتاعه بيبقى مصمم بالشكل ده بحيث أنه هو بيبقى مفروض وقابل للإنضغاط من كلا اللي تجيهين بالشكل ده ومن ثم بزوال اللود بيرجع تاني الوضع الطبيعي النوع اللي عندنا هنا التاني مضغوط ومجهز بأماكن للشد طبع عليه الفورس هنا شد في الاتجاهين فهو مضغوط ومجهز للشد شد من كلا الاتجاهين ومن ثم بزوال الحامل بيرجع تاني لوضعه الأصلي أو الـ original shape النوع التاني وده نوع بيستخدم فيه أو للأغراض الخاصة أهم ما يميزه أنه هو بانضغاطه بتزيد المقاومة بتاعته ده واخد الشكل اللي هو وده أو واخد شكل الكيرف اللي هو بالشكل ده مع زيادة الانضغاط بتزيد المقاومة بشكل كبير في كلا الحالتي النوع اللي بعد كده اللي هو التورشن سبرينج التورشن سبرينج وده بيستخدم these springs may be of helical or spiral type عندنا إما أنه يكون helical بالشكل ده ده المنظر بتاعه وده الشكل الجانبي أو يكون واخد الشكل ده بحيث أنه هو يطبق عليه القوة فينضغط ومن ثم تزال القوة فيرجع تاني الوضع الطبيعي وده اللي يستخدم فيه تخزين الطاقة زي ما قلنا قبل كده في الطويز أو لعب الأطفال النوع اللي بعد كده أو اللي بيسموه اليايات الورقية أو الياي الورقي بطوال مختلفة هنلاحظ أن ده بطول كبير ويلي ده أقل منه ثم ده ثم ده وهكذا ممسكين مع بعض إما عن طريق البولت أو المصمار ده أو بأي وسيلة ربط ما بينهم خاصة في التركز أو سيارات النقل النوع اللي بعد كده اللي هو الديسك سبرينجز أو اليايات القرصية على شكل قرص زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده أو أقراص مخروطية محفوظة مع بعضها بحيث أن هي تقاوم الانزلاق ما بينها وما بين بعض باي السنترال بولت إما بمصمار مركزي هنا في الشكل ده أو تيوب أو أمبوب مركزي بحيث أن هو يحفظها مع بعضها من الانزلاق آخر نوع بقى اللي هو بيحتوي على سبيشيال بيربوسيز سبرينجز أو اليايات ذات الأغراض العامة أو الخاصة سوري اللي هي بنقول عليها بنستخدم فيها الهوى أو الليكود السائل في ممكن نستخدم الربر أو المطاط على أساس أن المطاط برضو في صفة الدامبينج أو الإخماد للصدمات أو الرينج سبريمز الفلاوود الفلاوود اللي عندي المائع ممكن يبقى الهوى أو الليكود سائل أو هوا ممكن أنه يسلك نفس سلوك اليايات الانضغاطية بنستخدمها طبعا للأغراض خاصة نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله